السلام عليكم. اهلا بكم في درس جديد من كورس الكلمات. لسه مستمرين في ليفل بي تو. لو انت مهتم باختبارات التوفل والايلتس وكمان البت. ان شاء الله تستفيد من الكورس ده استفادة كبيرة جدا جدا. زي ما تعودنا في كل حلقة بناخد مجموعة من الكلمات. بنتعلم النطق الصحيح للكلمة. بناخد التعريف بتاع الكلمة. وكمان بتوضح ازاي نقدر نستخدم الكلمة دي في جملة. نبدأ بي بوك مارك. بوك مارك يعني مؤشر. دي عبارة عن علامة. زي ما شايفين كتاب الصورة اللي قدامنا. بنحطها مبين صفحات الكتاب. او علامة بنحطها على موقع. علشان نفتكر بيها الموقع ده. الكلمة دي بنستخدمها كورب وكمان كناو. لو ناون لو اسم. او ماركينج ان انترنت ويبسايت. دي عبارة عن طريقة. انك بتحط بيها علامة. على موقع. على الانترنت. علشان تقدر تلاقي الموقع ده بسهولة بعد كده. لو حبيت بعد كده تستخدمه. تقدر تلاقي بسهولة. بص كده للإجزامبل ده. add this website to your bookmarks. add this website to your bookmarks. يعني ضيف الموقع ده الى اشاراتك المرجعية. او هنستخدم بوك مارك كفرب. to mark an internet website on your computer. so that you can find it easily. هنا كمان. وضع علامة. على موقع على الانترنت. على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. علشان تقدر تجد. الموقع ده بسهولة. بعد كده لو حبيت تستخدمه. I have bookmarked the page. I have bookmarked the page. يعني لقد قمت بوضع اشارة مرجعية على الصفحة. يعني وضعت علامة على الصفحة بحيس اقدر اجد الصفحة دي بسهولة بعد كده لو حبيت استخدمها. نيجي بعد كده لي caring. caring يعني لطيف عطوف او رعاية. ده معنى caring. describe someone who is kind and gives emotional support to others. يعني انك بتصف شخص لطيف. شخص بيقدم الدعم العاطفي للاخرين. ده معنى caring. I have always thought of Joe as a very caring person. I have always thought of Joe as a very caring person. يعني لقد فكرت دائما في جو كشخص عطوف جدا. بعد كده نتكلم عن debt. debt يعني debt هنا لا معنين اول حاجة. an amount of money that you owe someone. يعني مبلغ من المال انت بتدين بالشخص. انك استلافت فلوس من شخص. انت كده مديون بالمال ده للشخص ده. debt هنا هو المال ده سواء كتير او قليل. المال اللي انت مدين بي. بص كده. he managed to pay off his debts in two years. he managed to pay off his debts in two years. يعني هو تمكن من سداد ديونه في خلال سنتين. كمان debt لها معنى ثاني وهو when you owe money to someone. يعني انك بتدين بالمال لشخص. they are in debt to the bank. they are in debt to the bank. هم مدينونا للبنك. يعني هو هنا اخترت فلوس من البنك. فهنا هو ايه? in debt. مدين بالفلوس دي. نيجي بعد كده لي boost. boost يعني يدفع يزيد يعزز. هنا كمان boost بتستخدم كverb وكمان كنا. الاول لو ناون اسم. something that makes you feel more confident and happy. or that helps something increase or improve. ده شيء يخليك تشعر بالمزيد من الثقة والسعادة. او يساعد شيء ما على الزيادة او التحسن. ده معنى boost. بص كده. it really gave us a boost. it really gave us a boost. اخد اعطونا دفعة حقيقية. هنا boost جات ناون. طاب له verb to improve or increase something. انك تحسن او تزوت شيء. it would not only boost my self-confidence but also look very good on my cv. it would not only boost my self-confidence but also look very good on my cv. يعني لن يؤدي ذلك فقط الى تعديد ثقة بنفسي فحسب. بل سيبدو ايضا جيد جدا في سيرة الذاتية. بعد كده نيجي لي carnaval. carnaval يعني مهرجان او carnaval. a public celebration where people wear special clothes. dance and play music in the streets. ده احتفال عام. الناس بترتدي فيه ملابس خاصة. بيرقصوا. بيعزفوا موسيقى في الشوارع. مكانوا في الشارع. بص كده معايا. i took the kids to the local carnaval. اخذت الاطفال للكرنفال المحلي. بعد كده عندنا decade. decade يعني عقد. يعني عشر سنوات. دمان عقد. دمان عقد. يعني عبارة عن مدة. اخذرها عشر سنوات. خاصة. لما اقول من الف تونمية وستين ل الف تونمية وستين. من اقول من اليردى لليردى. او اقول الف تونمية وستين ل الف تونمية تسعة وستين. من تسعين ل تسعة و تسعين. ده معنى decade. the building was due to be knocked down decades ago. the building was due to be knocked down decades ago. يعني كان من المقرر ان يتم هدم هذا المبنى منذ عقود. يارب تكون الحلقة عجبتنا وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. اه果انا عقود start זה. ترجمة نانسي قنقر